الدكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذية بالنادي الأهلي قام بتعديل البرنامج الغذاء الخاص بالفريق قبل 24 ساعة من مواجهة الاتحيل لرفع نسبة الطاقة والتركيز للعبين فرجاني ساسي لاعب الزمالك عرض على مسؤولي غزل المحلة تحمل تكاليف علاج محمد سامي الذي تعرض للإصابة في كرة المشتركة مع الدولة التونسية اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تنتظر وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على لائحة النظام الأساسي للجبلية والتي تم إرسالها مؤخراً للوزارة واللجنة الأولمبية والفيفا للموافقة عليها والعمل بها لحين إقامة انتخابات البرتغالي جامي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قرر إشراك المحترف المغربي حميد أحداد في مركز الجناح خلال الفترة المقبلة فاتح تريم المدير الفني لجالة سرايب تركي أبدأ إعجابه بالمستوى الذي ظهر به مصطفى محمد مع الفريق التركي مؤكداً أنه مهاجم موهوب وصغير السن وسيكون مفيداً للفريق